السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي طلاب مرحلة الثانوية السنة الأولى المشتركة في مادة التفكير الناقد ودرسنا لهذا اليوم هو التفكير الناقد بين العمل الفردي والجماعي التفكير الناقد بين العمل الفردي والجماعي عندما نسأل أنفسنا سؤال ماذا نعرف عن العمل الفردي وماذا نعرف عن العمل الجماعي ماذا نعرف عن العمل الفردي الذي يقوم به كم شخص؟ شخص واحد فرد وما هو العمل الجماعي؟ العمل الجماعي الذي يقوم به مجموعة من الأفراد إذن ماذا نريد أن نتعلم لهذا اليوم بالنسبة للعمل الفردي والجماعي والتفكير الناقد؟ ما علاقة التفكير الناقد بالعمل الجماعي؟ أولا نرى الأهداف أول هدف أتعرف على علاقة التفكير الناقد بتنظيم العمل فرديا وجماعيا اثنين أتعرف على دور مهارات التفكير الناقد في إكساب الفرد والمجموعة التبصر في الحكم ثلاثة أشرح أهمية التفكير الناقد في حسم الاختلافات بين أفراد المجموعة أربعة أفسر دور التفكير الناقد في حماية المجموعة من المغالطات خمسة أتعرف على دور التفكير الناقد في تطوير العمل الجماعي دائما من مميزات التفكير الناقد هو احترام وجهات النظر واحترام الرأي الآخر هذا ميزة عظيمة موجودة في التفكير الناقد وأنا تكلمت عنها وزملائي تكلموا عنها في الدروس السابقة على أهمية التفكير الناقد التفكير الناقد مهم جدا في احترام وجهات النظر في احترام آراء الناس عدم التعدي على حقوق الآخرين التفكير مهمة تضطلع بها الذات ولا يمكن أن تنجز بالوكالة ما معنى هذا الكلام؟ هل يمكن أن أستأجر شخص وأجعل هذا الشخص يفكر بالنيابة عني وأنا أنام؟ لا أفعل شيء؟ هل يجوز عقلا؟ بالطبع لا لا تجد شخص يعني يتفق مع هذا الكلام لا يجوز أن نجعل شخص يفكر عني وأنا لا أفكر لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بالعقل وأمر الإنسان بالتفكر في آيات كثيرة بالقرآن الكريم تأمر الإنسان بالتفكر العقل ميزة لدى الإنسان وليست موجودة في جميع الكائنات الموجودة على الكرى الأرضية فيجب علينا أن نعمل هذا العقل ونتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى ونفكر في أنفسنا وفي مستقبلنا وفي حياتنا أيضا ومع ذلك فالتفكير مثل المحبة من الأشياء النادرة التي تتعاظم كل ما اشتركنا فيها ويصدق ذلك أكثر على التفكير على الفكر الناقد فهو علامة التزام وجرأة تقدم عليها الذات وهو تجربة جميلة تتسم بعلامات التخلص والانعتاق من القرارات المتسرعة والأفكار المغلوطة السابقة ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام يا أخواني؟ معنى هذا الكلام أن التفكير يكون جميل جدا عندما نتشارك فيه ولا نوكل هذا التفكير لشخص واحد فقط لا بل نحن مجموعة جميعنا يفكر وجميعنا يبدي وجهة نظر معينة لها الاحترام والتقدير فربما شخص يسمع وجهة نظر معينة لم تكن تطري على باله أو فكرة معينة لم تكن تطري على باله نأتي مرة أخرى هنا فكيف يدير التفكير الناقد هذه المراوحة بين الحميمية والمشاركة؟ بين الذات والمجموعة هل في المشاركة ما يمكن أن يعطل مهارات التفكير الناقد؟ أم أن العمل الجماعي يفتح آفاقا جديدة تغنم منها الذات كما تغنم منها المجموعة؟ أقرأ ينتمي كل من التفكير الناقد وعمل الفريق إلى مهارات الحياة وإن اختلف مجال كل منهما عن الآخر فالتفكير الناقد يدرج ضمن المهارات المعرفية بينما ينتمي العمل ضمن فريق إلى مجالي العيش المشترك والقدرة على التكيف والتعاون ويعد التشارك والتعاون بين أعضاء الفريق الشرط الجوهري الكفيل بتحويل العمل ضمن مجموعات إلى عمل فريق ناجح ومقبول يؤديه أشخاص يتمتعون بمهارات متنوعة ومتكاملة تجمعهم وحدة الهدف ويتبادلون الأفكار والمشاعر والأحاسيس التي تدعم انتماء كل عضو للفريق وتجعله يقبل على التأثير في سلوك أفراد الفريق والتأثر في نفسه بتصوراتهم ومقترحاتهم وردود أفعالهم وتصرفاتهم الإيجابية لما يضفي على الفريق مزيدا من الانسجام في المهام والنجاعة في الفعل والقيمة المضافة في المنتج داخل وسط اجتماعي وثقافي معين فيه ما يشجع العمل الجماعي ويدعمه إن التعاون يكسب العمل المنجز الفاعلية ويضفي الجودة على النتائج المرتقبة وهو ما يؤكد أهمية العمل ضمن فرق استعدادا لمواجهة تحديات المستقبل وتكيفا مع متطلباته إذن العمل الجماعي مهم جدا أكثر من العمل الفردي لأسباب كثيرة ذكرناها قبل شوي من ضمن الأسباب التي هي توارد الأفكار تنقيح هذه الأفكار إيجاد مجموعة من الحلول كل هذه يهتم بها التفكير الناقد لدينا إضاءة العمل الجماعي يقصد به العمل المثمر الذي يؤدي للتطوير والبناء والتقدم ويكون تحت مظلة الدولة ومؤسساتها وليس سريا كما تفعل الجماعات السرية الضالة لدينا في الشريحة هذه أفهم وأحلم أقارن اعتمادا على النص والإضاءة بين عمل المجموعة والعمل بروح الفريق الواحد لدينا عمل المجموعة والعمل بروح الفريق الواحد لدينا مقارنة بين عمل المجموعة والعمل بروح الفريق الواحد ما هو الفرق بين المجموعة والفريق؟ المجموعة هي مجموعة أفراد لدى كل فرد إجابة معينة مثلاً لدينا خمس أفراد في هذه المجموعة إذن لدينا كم جواب؟ لدينا خمسة أجوبة أما العمل بروح الفريق الواحد إذا كنا خمسة فسيكون لدينا جواب واحد فقط هذا هو الفرق بين عمل المجموعة وعمل بروح الفريق الواحد أقارن اعتماد على النص والإضاءة بين عمل مجموعة وعمل بروح الفريق الواحد عمل مجموعة متعددة المجموعة متعددة ليست بالأشخاص بل بالأجوبة أما العمل بروح الفريق الواحد سيكون لدينا جواب واحد لأنه فريق واحد عمل مجموعة تعتمد على الطابع الكمي عدد الأجوبة أما العمل بروح الفريق الواحد تعتمد على الطابع النوعي عمل المجموعة تتعدد فيه الأهداف وغياب الإثراء المتبادل الآن نحن كمجموعة واحدة لا نستطيع أن نوحد إجاباتنا لأنه كل شخص موجود الآن بمعزل عن الشخص الآخر فلا نستطيع أن نتبادل الجواب في وقتنا الحاضر والحالي فكل شخص أدينا له جواب معين لو أسأل سؤال الآن كل شخص أديه جواب معين لكن نحن بالمجمل مجموعة واحدة فلذلك تتعدد الأهداف وغياب الإثراء المتبادل أما العمل بروح الفريق الواحد وحدة الهدف والتأثر والتأثير يكون هدف واحد ويكون هناك تأثير وتأثر لأن المجموعة كاملة تعمل بروح فريق واحد ونستخلص إجابة واحدة فقط مثلاً لسؤال معين نذهب إلى الشريحة الأخرى لدينا أذكر في المضلعات التالية وبالاعتماد على النص المفردات الدالة على أبرز إيجابيات العمل الفرقي إيجابيات العمل الفرقي تقاسم المهام عمل الفرق وأيضاً ما هي الإيجابيات نفكر قليلاً ما هي إيجابيات العمل الفرقي كون فريق واحد ما هي الإيجابيات التي سنحصل عليها الإيجابية الأولى التشارك أن الجميع يتشارك والإيجابية الأخرى التعاون الجميع يتعاون والتأثير والتأثر وجودة النتائج لماذا قلنا جودة النتائج؟ لأن الناتج النهائي سيكون بعد تفكير ناقد هو مجموعة من الحلول وسنتناقش لأننا نعمل بروح فريق واحد وسنختار من هذه الحلول حل واحد مناسب للجميع ونفعل التشارك والتعاون وأيضاً تكون هناك جودة لنتائج ونؤثر على بعض ونتأثر بآراءنا ومقترحاتنا وأفكارنا ننتقل إلى آخر شريحة ختاماً نشكر الجميع على حسن استماع ونراكم بإذن الله تعالى في الدرس القادم لنكمل ما توقفنا عنده شكراً لكم